بسم الله الرحمن الرحيم في شابتر الهيستولوجي الرقم ستة نتكلم على البون اللي احنا قلنا ده في الحالة دي المادة الخلالية بقت صلد مادة صلبة ريجد ريجد كونيكتف تشو نسيق الضام الصلب في الغضروف قلنا عليها كوندروسايتس في الأديبوسايتش ومسلا سيق الدهني قلنا عليها الفاتسل أو أديبوسايت هنا بنقول عليها برضو أستيو سايتس يبقى أستيو معناها بادئة معناها فون لا تنتر أستيو سايتس موجودة في الكوناتين وده عكس الخالص اللي كان موجود في الكوندروسايتس أو الكارتلج الكارتلج لم يكنش فيه اتصال ما بين الكوندروسايتس وبعضها لكن الأستيو سايتس هنا بيتبقى موجودة في غضاريف والغضاريف نفسها أو موجودة سوري في المحافظ والمحافظ يبقى بينها وبن بعضها كده في وصلات بينها وبن بعضها بالشكل ده كده بالشكل ده كده هم ويبقى جوه الكابسولة هتلاقي فيه الخلية بالشكل ده كده هذا الخلية العظمية نفسها جوه وفيه تبعا فيه خلية تانية موجودة اهو بالشكل ده كده وبقى فيه هنا برضو النهايات الخلية العظمية بالشكل ده كده وبالتالي يبقى فيه اتصال ما بين الخلية وبعضها ليه؟ لان فيه ده مادة صلبة يعني ريجيد ده لا تسمح بعملية ديفيوجن زي الكارتريج الموجود قبل كده يعني المادة هناك تسمى صولد فيه يسمح بعملية ديفيوجن لانتشار من الخلية وبعضها لكن ده مادة صلبة بقت كريستل مادة باللورية عبارة عن عبارة عن عبارة عن كالسام وفوسفيت وماجنيزيوم وتكون حاجة اسمها مادة وبالتالي وبالتالي لازم يحصل فيه اتصال ما بين الخلية الموجودة دي الخلية غضروفية العظمية دي والخلية العظمية دي من خلال كانالكولاي طبعا هي قنوات بس عشان صغيرة بسموها كانالكولاي قنيات وفيه نهاية الخلايا في الزوائق السيتوبلازمية بين الخلية دي والخلية دي وبالتالي يحصل تواصل ما بين الخلية دي والخلية دي من خلال كانالكولاي يبقى ده معنى الكلام ده The lacuny are interconnected by fine process called كانالكولاي والخلايا اللي جوه كانالكولاي ممكن تقدر تتواصل من خلال الزوائق السيتوبلازمية بتاعتها الكسترا سيلوريار ماتريكس المادة بقى اللي هي الخلالية الخارج الخلايا مواد غير عضوية طبعا زي كالسوم سوتوس والفوسفرس معهم الماجنيزيوم بتبدأ في أثناء عملية التكلس انها تترصب حوالي الألياف الموجودة يبقى فيه كمان ألياف موجودة لياكل لازين فاق البون two types of bone can be recognized number one compact bone أو dense bone العظم الكسيف وده موجود في الشافت ده او الهيد وده الهيد برضو النهاية تلية الموجودة أسفل العظمة لكن الجزء الطويل ده بيسموه الشافت أو اللي هو السقب بتاع العظم يعني فالجزء ده بيبقى عبارة عن موجود في الشافت العظم السفينجي نوع التاني وده موجود في في نهايات العظمة الطويلة بنهايته كده خالص هنا وهنا هتلاقيه في أو تلاقيه المنطقة الداخلية للعظم اللي هو غريب جدا من من نخاء العظم هتلاقيه في جزء من العظام موجود وفيها فراغات كثيرة عشان كده بسموها أو مثلا زي الموجود في مثلا في المنطقة الداخلية اللي هو بسموه اللي بيحيط بها في من الآخر خالص أو من الأطراف اللي هو بسموه بون يبقى فيه عند نوعين الكمباكت بون سبونجي بون الكمباكت بون ميت أب اوف استيونز دي الوحدة التركيبية للعظم اللي اكتشافها عالم اسمها فرسل عشان كده بسموها فرسل سيستم أو استيون وده لكم بوزد اوف لازم يكون فيه أو بسموها برسل كنال باسم العالم اللي هو المنطقة السوداء الموجودة في النص دي ده برسل كنال أو سنترال كنال طيب بيحيط بقناة دي حلقات من صفائح عظمية يبقى المنطقة الشفافة اللي هي حوالين القناة الموجودة دي اللي هي الصفائح من الصفائح العظمية تبقى حواليها دايرة برده موجود في بين الصفائح وبعضها تلاقي برده موجود خلايا موجودة الخلايا دي موجودة فين موجودة في لكيوني في محافظ برده موجودة على هية ايه سيركلز أو رينجز حلقات يبقى لو انا عندي قناة مركزية او قناة هابرس حواليها بون لاميلي فها لقيت سنتريك حلقات والحلقات دي موجودة برضو فيها الخلايا العظمية موجودة فلكن عليها برضو سيركل بتحيد بيه القناة المركزية في الحالة دي اقول على ده استيون يبقى العظمها عبارة عن ايه استيونز مجموعة من الاستيون الكبيرة جمب بعضها البعض لما تلاقي مجموعة من الخلايا كده مش موجودة في الدوائر يبقى ان ده على طول ما تقولش عليه ده استيون او بيسموه جهاز هابرسي ام تقول عليه جهاز هابرسي لو قلت لك الصفات اللي قلت عليه قبل كده قناة مركزية موجودة كل اللي انا قلت ده موجود في حلقات لكن لو ايه مش موجودة في حلقات تقول على ده ايه نان هابرسيان سيستم نان هابرسيان سيستم عبارة عن نفس التركيب لكن طبعا مش موجود في حلقات الوستوسايتس ار انصايد طيب البلود فيزلز ار ان ذا سنترال كان الموجودة دي في بلود فيزلز البلود ارتريو فين كمان في الكانال كولاي اللي بتوصل الخلايا دي بالخلايا دي عن طريق الكنال كولاي الخطط ورفياعة جدا الموجودة اللي انت شايفها دي كونيكتينج اللاكني وزا سنترال كانال عشان تقدر تاخد البلود من البلود نيوترينت والجازيس وزا تخلاص من الواستوس من خلال الخليل الاخرى عن طريق الاتصال ما بينها وبين بعضها يبقى ده سنترال كانال الابيض الموجودة على هاي الدوائر ده البون لاميلي والبون لاميلي اللي هتلاقي بيفصل ايه الخلايا اللي موجودة بحقيقة حلقات اللي موجودة في اللاكنة اه والخطوط الرفياعة دي طبعا بسموها الموجود والعظم الموجود في الشافت طبعا ده برضو نفس الكلام كانال اللاميلي اللي هي البون لاميلي الموجودة واللاكن الموجودة اه 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 ده يعني يعني القطاع طولي بوضع لك انه في القنوات دي بطول العظمة طبعا واكتشف بعد كده عالم اسمه اه اكتشف انه في قناة مستعراضة بتوصل القنوات دي بعضها يبقى برضو بماشي فيها البلود فيزلز وبالتالي يبقى فيه شبكة من الايه اه التواصل ما بين العظمة من اول المفراغ الموجود داخل العظمة اللي فيها البون مارو اللي هي نهاية الايه العظمة عن طريق الكانال كيولاي عن طريق السنترال كانال او بسموه الابرسان كانال والفولكمان كانال السبونجي بون كونتين فوني بارس ايوه فين عوارض عظميه او سعاد بسموه بليتس او الترابيكولي العوارض الفراغات الموجوده لكنها غير منتظمه والبون الميني برضو موجود لكنه غير منتظم في حلقات اللكنة التركيب لكنه غير منتظم في استيونز الفراغ الموجود ما بين الترابيكولي بيبقى ممتلق بيه نخايل عظمة احمر عشان يكون قرات الدم او خلايا الدم الموجودة الضغط انتو كنتين سنترال كانال طبعا مفيش فيها سنترال كانال الجزء ده كده لما انتجي تبص عليه هتلاقي ده الجزء اتلاقي فيه استيوصايتس وبون لاميلي وكل او شيء لكن مفيش فيه سنترال كانال الفراغ الموجود ده اللي هو السبيس ده ممتلق بايه ممتلق بالبون مارو عشان يكون كرات الدم الحمر يبقى الجزء اللي برا ده اللي هو الجزء اللي داخل ده ده طبعا زي ما انتشايف كده فيه سنترال كانال ويبقى موجودة هاي ده ده مسلا تبص من شكل ده تلاقي وده العظم الكسيف بشكل ده ده زي ما انتشايف كده وده البون لاميلي والخلايا الموجودة لكن مفيش فيه سنترال كانال هتلاقي ده او فيه وفيه الفولكيمان بتوصل برضو فيها مع البون المارو الموجود داخل البون ومع ده اللي قلنا قبل كده وده وده البون باستخدرت البون